اختتم فخامة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة اليوم زيارته إلى مملكة البحرين والتي استغرقت ثلاثة أيام وكان حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامته في مستهل الزيارة مؤكدا مساندة مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وقد غادر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق البلاد حيث كان في مقدمة مودع فخامته الفريق والركن معالي الشيخ راشر بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية كما كان في وداعه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس بحثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين والسفير اليمني لدى المملكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة